النهاردة الممثل الشاطر اللي أنا شوف في كل حاجة النهاردة الناس كلها كانت بتكلم على أشرف عبائي في المسلسل ومع السق شايفها في حاجة تانية خالص؟ ليه؟ دور تانية خالص؟ ورغم إن إحنا طول الوقت تتعودنا جيلي أنا شايف أشرف عبائي كممثل بقى 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 ده ممثل عظيم طول عمره ممثل مهم ترامى في الكوميديا وتحط في بطولات ما تخدمش عليه فيها فإيه اللي حصل؟ بس الراجل عنده كرياتيفتي نفعته جدا موسل شاطر لما حتى عدى مرحلة عمرية معينة وعمل مصرح زي مصرح مصر وكسر الدنيا برده قد أسوأ تجربة عملها في حياته وإيه اللي أسوأ تجربة؟ مصرح مصر أسوأ تجربة عملها أشرف عبائي في حياته؟ أو طبعا يعني الميزة الوحيدة في تجربة مصرح مصر هي حمدي المرغاني وكريمة عفيفي ومحمد أبرحمن ما قولش علي الربيعة؟ طبعا ما ينفع هو إيه اللي منفعش؟ علي ربيعة؟ نجمة لوقتي كوميديا وكسر الدنيا نجمة بس هو في الآخر زي ما كان فيه نجوم في مرحلة ما في التمانينات كان نجوم سينما المقاولات وكنت منسميها سينما المقاولات طب مصطفى خاطر؟ بالنسبالي مصطفى خاطر لما بيعمل دور مش كوميديا بيبقى جيد بس لكن في كوميديا لأ ماش يصدقوا لكن لما يشتغل حاجة بالنسبة مش كوميديا ولم يبقى ما يبقاش رقم واحد يبقى كويس طب أرجعك لأبو نسب الناس كتير كانوا بتقارنوا بعريس من جهة أمنية وقالوا القصة فيها ومن بعيد وكأن مجد الكدواني هو عادل إمام في عريس من جهة أمنية يعني ربطوا الموضوع بشكل ما انت شايف ليه أي علاقة ولا المستوى الفني مختلف لا هو احنا بنتكلم فيه دراما يعني الحدوتة ممكن تكون شابه عريس من جهة العكس الموضوع مختلف أنه يعني الحدوتة هنا أنه لعبة مختلفة شوي بس عادي يعني الناس طول الوقت بتعمل أفكار متشابهة وبتعمل أفكار مختلفة ما فيش مشكلة فهم 36 تيما بنشتغل عليها فطبيعي 36 تيما دي معناها اللي هو 36 فكرة سابتة وبعدين من بترين نغير طريقة التناول نفسها بالضبط كده هاملة تتعامل فوق العشرين مليون مرة مسرح وسينما والتلفزيون بالضبط كده فانتة طب تدي أبو نسب كم من عشر خمسة ما أنا قلتلك تمانية دي لما تديها لربعمائة وربعة يبقى طبيعي اللي جاي خمسة طيب طبعا نزلت له أغنية دعائية برضو جمدة جدا أغنية لحمد سعد كده لا نجمل مرحلة نجمل مرحلة رجوع إسعادي ونستساني مرة تانية كان من خلال فيلم عصابة عظيمة وشوفناها بقى وهي مجمعة برضو يعني فريق برضو مختلف جدا شوفنا محمد محمود وشوفنا رانا رئيس وشوفنا كريم عفيق يعني شوفنا عدد من كلهم أسامحة وفرح إزايت طبعا أي رأيك في الفيلم وشاف دي تجربة ينفع ترجع بها إسعاد يونس للسنة مرة تانية ولا لأ ما بلاش قول وراحت ملاي لأ طبعا يعني كان طبعا الفكرة لطيفة بقدر ما لكن السيناريو كان ضعيف جدا جدا وده اللي احنا طول اللقاء عملين نقوله أنه تعليف المؤلفة هجر الإبياري أه يعني الحدوتة أنه ممكن يعني أستاذ واحد حامد بجلالة قدر وكان عنده أعمال مش جيدة يعني يعني سمعنا ورقاش نفس الحدوتة يعني فإحنا بنتكلم في مؤلفة في أول تجاربها كان لازم يبقى في حد من زمية دكتور سيناريو لازم يقعد يشتغل على المشروع طب ما إحنا وعنا مخرج كبير زي والإحسان ما هو فكرة حتى برضه المخرج إنه يشتغل على الكتابة من جديد وإعادت الكتابة من جديد دي مش شغلان ده يعني إنه المخرج يعيد الكتابة من جديد دي مش شغلانة المخرج مفتيه شغلانة حد اسمه دكتور سيناريو يقعد يشتغل مع المؤلفين الجدب يا أستاذي أنت فيه عندك مؤلفين كبار جداً طب بيبقى معاهم حد بيريه إدد بيشتغل معاه على المقدوتة فأنت تلاقي فيه سيناريس تواخد الأسكار ومعاه فريق ده طبيعي وتفتكر ده ما حصلش من إسعاد يونس نفسها؟ لا للأسف وأستاذ إسعاد برضو في الآخر عندها يعني برضو هي عندها مشغوليات كتير جداً عندها البرنامج وعندها حاجات كتير جداً وهو مؤسسل عظيمة طبعاً يعني مؤسسل عظيمة ونكح في كل المجالات وكوميديانة مهمة جداً ومنتجة شطرة كل حاجة بس الموضوع جلة منهم عادي يعني عادي بتحصل بتحصل يعني هو في الآخر الفيلم يعني نقدياً طبعاً ما حدش جاب سير طويقه طبعاً جداً بس كان محتاج أن حد يقعد على السيناريو ويزبط الموضوع لأنه كوميدياة الفيسبوك أنا بشوفها على الفيسبوك خلاص مش محتاجة أشوفها تاني على الشاشة انت شايف الفيلم ده كوميديا فيسبوك كله حاجات من الميمز اللي بتطلع على الفيسبوك بل الزبط كده أنا مش بالنسبة لي ده أخف الدم لطيفة جداً تتحط في البستيج بس أنا شفتها خلق ما هي موجودة قديني حروح أتفرج عليها في السينما أدفع تذكرة ورأتفرج عليها في السينما ليه؟ خلق ما هي محروقة في ميت ترند وميت حاجة وميت ممز وميت يعني في الآخر الموضوع مش بالنسبة لي حتى ده يعني حتى ده بدأ يتحرق في السوق بتاعنا التاني اللي هو سوق السعودية بدأ يتحرق لأنه خلاص انت النهاردة أبو نسب محقق كان وفيلم اللي قابله محقق كان بتاع محمد إمام الفيلم اللي قابله كان بينافس سبايدر مان يا رجل الفيلم ده محقق كان مش محقق حاجة مش محقق رقم ضخم يعني ليه؟ لأنه في الآخر انت عندك هناك الجمهور فرحان بالسينما والعدد السينماك الكتير الجديد هواوا طبعا لكن في الآخر مش هي جمهور واعي صح مش هتغطي اضحك عليه كتير وبصراحة الجمهور واعي جدا برضو انه هو يختار يخش فيلم زي شمارية برضو ما أعجبش إرادات ماشي بس فيلم مختلف وفيلم حيل مش طبعا انت تفسر بقيه انه مجابش إرادات قوي لأنه احنا دخلنا في مرحلة الهندي مم ما دخلناش في مرحلة الهندي اه انا مش مصدق اللي بيحصل كله انه كل الأحداث كلها مبنية على تفاصيل وانتقالات غريبة في الشخصيات مش طبيعية تماما تماما رغم انه فيلم مصروف عليه وهو بالمناسبة للفيلم تعرض في مهرجان البحث الأحمر والناس كانت خرجت منه اه معجبهمش شمارية اه معجبهمش وانت مش عجبك شمارية شايفه سينما هندي لا بالزبط اه يعني لا تفاصيل كتير اه آآ اه طب مت الثقل تعمل كده عادي آآ لا اه اه ما كانش بيوصل للأرابياين وحد بس في الاخر بالنسبة الثقة انا اصدقو مش معمول حلم ما هستش الاخراج كان حلو لا الموضوع كله مبنية غلط الموضوع كله مبنية غلط اه بالمناسبة عمر سلامة عنده حاجات كويسه جد جدا تمام وعنده حاجات لالأسف أنت يعني أنا بالنسبة لي مثلا أنا كان عجبني جدا شيخ جاكسون رغم أنه وأنا كتبت عنه كلام كيس جدا للا لكن حلو فعلا أنا عجبني جدا شيخ جاكسون وفكرة اللعب على مناطق وده هو بيعملها طول وقت اللعب على مناطق معينة في الأفكار وفي الدراما لطيفة لكن هو أنت عايز تدخل كوميرشا لا تشتغل بقى بمقايز تانية خالص وبأفكار تانية العلاقة نفسها الرئيسية اللي في الموضوع علاقة غير مبررة أنا مش شايف أنا وإنت النهاردة متصحبين ليه متصحبين؟ لأنه إحنا عندنا مثلا مناطق مشتركة بنقعد متناقش أنا وإنت في أفكار وحاجات بنتكلم في السينما فأنت حتى ممكن نختلف بس في مساحة نقاش ما بيننا حلتنا بقينا أصدقاء حلو لكن اتنين بيحبوا بعض طب هيحبوا بعض لازم ستوري لازم قصة لازم حس لازم فيه ببقى فيه تطور وموضوع مش هيحبوا بعض فجأة كده ما ينفعش ومش هيحبوا بعض وهي هو عايز يقتل باباها وحدودة كده عجيبة يعني مم مم ما تبسطش من الفيلم خالص لا خالص طبعا مم خالص طيب تدي له كم من عشر؟ اتنين الله اتنين من عشر لسى مريح اتنين من عشر